السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الدرس التاسع عشر من دروس تعلم اللغة التركية للمبتدئين المستوى آبير أهلا وسهلا بكم يابان جلال إشين تركشا إسطنبوء الكتاب آبير سبيسي موضوع اليوم يتحدث عن ماذا؟ موضوع اليوم يتحدث عن الأسواق في العالم والفرق بينها عنوانه كولتور دان كولتورا من ثقافة إلى ثقافة السوق الأول الذي سنتحدث عنه هو في مصر هذه الصورة تمثل مصر وهذا النص ماذا يقول لنا مصر دا بيرتوك مازا صباح أولدا صنرا وأكشم وأكشم أكثر في مصر هناك متاجر كثيرة تفتح في الصباح وفي الظهر وفي المساء مصر دا في مصر بيرتوك مازا كثير من المتاجر صباح في الصباح أولدا صنرا بعد الظهر لأن النهار ساخن جدا حار جدا لأنه في مصر النهار حار جدا لذلك الناس يتسوقون في المساء لأنه في مصر النهار حار جدا لذلك الناس يتسوقون في المسجد المتجر الثاني الذي سنتحدث عنه هو عن اليابان وهذه الصورة تمثل لنا اليابان المتاجر في اليابان تفتح في الساعة العاشرة المتاجر في اليابان مازال المتاجر في الساعة العاشرة مفتوحة هناك متاجر كثيرة تغلق يوم واحد في الأسبوع لكن هذا اليوم ليس يوم معين كل واحدة ليس يوم الأحد المتاجر كثيرة بيرتشوك كثيرا أو بضعة كثيرا بيرتشوك مازال متجر هفتد في الأسبوع بيرغون يوما واحدا كبالدر تكون مغلقة كبالدر مغلق أما لكن بوغون هذا اليوم هيرزامان دائما دائما بازار ديلدر ليس الأحد يغلقون ذا كبالدر تغلق المتاجر اليوم في الأسبوع كثير من المتاجر لكن هذا اليوم ليس يوم الأحد بيوك شهير لردا في المدن الكبيرة صاد جبير كاتش مازا فقط بضعة متاجر يرمي دورت ساعة أتشكتر 24 ساعة مفتوحة في المدن الكبيرة في اليابان فقط متاجر معدودة تفتح 24 ساعة أما بقية المتاجر فهي تغلقه مساءة بيوك كبير شهير لردا في المدن شهير مدينة صاد جبير كاتش مازا بضعة متاجر بركاتش بضعة متاجر متجر كثيرا بركاتش بضعة يرمي دورت ساعة 24 ساعة أتشكتر مفتوحة هذه المتاجر استاسيون لردا تكون عند المحطات محطات القطارات محطات البصات وهكذا وهكذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من اليابان والمتاجر اليابانية آخر المتاجر التي سنتكلم عنها هي المتاجر التركية تركيا دا ما أظلر جناليك لا دوكوز دا أتشكتر المتاجر في تركيا بشكل عام تفتح في الساعة التاسعة اتشكتر مفتوحة تركيا دا في تركيا ما أظلر المتاجر قناليك لا بشكل عام تفتح في الساعة التاسعة أتشكتر مفتوحة كولغن يكتر كان هناك إشترال فرصا لا يوجد يوم مغلق ثم السابقين لابن جعلت الأسبوع なفضل صنوع A вый de vol on 3-ukwu أصبح نهاية الأسبوع يعني فيها ال�walح لا تجعلل المتاجر لابن جعلت proposal مزلحمة جدا جدا شخصة المتاجر في العطل مزلحمة بيوت شاكل لارده في المدن الكبيرا صيادة لابن لابن كبيرا ألشفريش مركزي واردر يوجد مراكز تسوق في المدن الكبيرة يوجد مراكز تسوق بأعداد كبيرة انتهت نصوص القراءة الآن إلى الأسئلة السؤال ماذا يقول لنا بيرنجي الكلار يظلم لنكتب دول الآن عندنا جملة سنكتب قربها هذا في أي دولة جماغونو ما ظلر كبلدر جماغونو يوم الجمعة ما ظلر المتاجر كبلدر مغلقة في أي دولة هذا في مصر السؤال جملة transmission في المدن السغيرة 24 ساعة 6 مرحazة يوتر 24 ساعة 24 ساعة 5 ساعة مفتوحة مغازة مarter يوجد fan الف Lyمود السغيرة لا يوجد نتاجر مفتوحة 20 ساعة هذا найдено هنده Юlkä 3. Cümcano بيقوشة لديك أماعت لقائد في المدن eigentlich يوجد متاجر كثيرا. مركز تساوك كثيرا. بيك كبير شهر في المدن بيك كثيرا مركز مركزي مركز تساوك يوجد مركز تساوك كثيرا في المدن كبيرا. هل هي الكبوب؟ هل هي أي دولة؟ 4. جملة أيامهم أز إنسان ألشفرش تتر أز إنسان ناس بأعداد خليلة ألشفرش تتر في التساوك نهارا عدد المتسوقون قلة. هذا في أي دولة؟ طيب. السؤال الثاني يقول لنا في دولتكم ما ظلل نصدر كيف حال المتاجر؟ كيف تكون المتاجر في دولتكم؟ بيك كتش جملة يظلم لنكتب بضعة جمال فلا تنسوا أن تكتبوا عن المتاجر في دولتكم في بضعة جمال أربع جمال خمس جمال تسع جمال أقل شيء ثلاثة وأكثر شيء تسعة الآن صنف دلي لغة الصفي هذا الدرس قبل الأخير من دروس المتاجر الثانية صنف دلي لغة الصف ماذا يقول؟ ماذا يقول السؤال؟ يقول أشهدك كلمة لن ترو ندير أشهدك كلمة لن الكلمات ترو نقوها ندير ما هو؟ ما هو نوع الكلمات التي في الأسفل؟ أرنكتك هي جبية ظلمة نكتب كما في المثال سنكتب إما اسم أو صفات أو ضمير عندنا أحد أشياء ثلاثة اسم صفات ضمير طيب الآن بان ضمير الضمير هو كلمة تحول محل الاسم جزال هل هي اسم أم ضمير أم صفات؟ طبعا صفات أرنجي اسم كز صفات اسم ضمير أنتم ستكتبون كز فتاة أو هو بيس نحن قصة قصيب أليف اسم بنت كرمز الأحمر أي واحدة من هذه الكلمات صفات صفة وأي واحدة من هذه الكلمات ضمير أنتم من تقررون الحل عليكم إكنجي صيفا يرمي إكيا بكالوم لينظر إلى الصفحة الثانية والعشرين اسم صفات وضمير لربو لغم لنوجد الأسماء والضمائر والصفات إذا أردتم أن تذهبوا إلى الصفحة الثانية والعشرين هذه الرابعة وثلاثين وإن كانكم من هنا من هذه النصوص من هذا النص أن تختاروا ثلاث أسماء ثلاث صفات ثلاث ضمائر مثلا أو من أي نص آخر السؤال الأخير أو القسم الأخير من الوحدة والآن نكون قد انتهينا من كل دروس الوحدة الثانية لنبدأ في الدرس القادم تمارينها وكلماتها والدرس البعض ونبدأ في الوحدة الثالث ونحن نعلم ونحن نعلم ونحن نعلم ونحن نعلم ماذا يقول لنا السؤال؟ يقول لنا أشادك ونحن نعلم لننظر إلى المثال الذي في الأسفل وكل دان برناس نستجلم لنختار شيء من المدرسة برناس نعي يعني جمال نستجلم لنختار أركضش لرنز أصدقاؤكم سورو لرس سورسون سورسون ليسألوا أركضش لرنز أصدقاؤكم سورو لرس سورسون ليسألوكم أسئلة يسألكم أصدقاؤكم أسئلة نسني تهمين أدليم لنخمن الجماد الذي تحدث عنه يعني لعبة باختصار أنا أضع شيء في عقلي ولا أقول لكم ما هو فأنتم تسألون لي هل هو في الصف؟ فأقول لكم نعم قبل إذا قلت لكم نعم تسألون لي هل هو على الأرض؟ إذا قلت لكم نعم فتقولوني هل هو كرسي؟ إذا قلت هل هو كرسي؟ فتقول نعم أو لا وهكذا هذا مثال عليها الآن طالب وضع شيء في رأسه فيسألونه بوص صنف تمه هل هذا الشيء الذي في رأسك الذي تفكر فيه صنف تمه؟ هل هو في الصف؟ بوص صنف تمه؟ هل هذا في الصف؟ فيجيب إبت صنف تم نعم في الصف فيه مصدا 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 هل هو موجود على الطاولة؟ فيقول هير يوب لا يصال فيسألونه مرة أخرى دفار دمو؟ دفار جدار هل هو على الجدار؟ دفار دمو؟ فماذا يجيب؟ أبت دفار دا نعم بوه في الجدار دفار جدار فيسألونه بوص صنف تمه؟ هل هذا الذي في رأسك تفكر فيه صنف؟ بوص صنف تمه؟ هل هذا ساعة؟ فيقول هير ساعة دين ليس ساعة فيقولون له تهتمم؟ هل هو صبورة؟ تهتمم فيجيب أبت دور جواب؟ نعم جواب صحيح تهتمم تهتمم وبهذا نكون قد انتهينا من دروس الوحدة الثانية التمارين نلال أورانديك في الدرس القادم و كلمات الوحدة الثانية في الدرس القادم لنبدأ بعدها بدرس نياب يورسون ماذا تفعل؟ الوحدة الثانية إلى اللقاء في درس القادم لا تنسوا حل التمارين كتابة النص الذي قرأناه استخراج الكلمات الجديدة وحفظها وتطبيقها في الحياة العملية دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة